السلام عليكم على كل اللي يشوفوني وزي الفل على الجميع النهاردة هنقول ان شاء الله خمس استقدامات لخل التفاح في تنظيف البيت استقدامات انت اول مرة تسمعي عنها وهتفيدك كتير كتير جدا لانه زي وزي الخل العادي ويمكن اكتر شوية 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 في التنظيف وفي الفاعلية وكمان ممكن تستقدمي في وصفات كتير في الطبح وكمان في وصفات طبيعية للبشرة والشعر ده لي استقدامات معينة ان شاء الله هنتناولها بالتفاصيل في فيديوهات قدامة نيجي بقى الاول استقدام من استقدامات خل التفاح لو ريحة المطبخ عندك جامدة قوي مطرح اي قلية او زيوت اغلي كباية من المية وهتطلع معلقة كبيرة من الخل هتتخلصي من اي ريحة غير مرغوبة تاني استقدام عشان تتخلصي من النمل اللي موجود في اي حتة من البيت رش شوية بس من خل التفاح المخفف بالمية في الاماكن بتاع التواجد النمل الاستقدام التالت لو عندك اي حلة الامونيوم فيها زرقان او مسودة لتجيب شوية مية وتغلي فيها برضو شوية من خل التفاح بعد ما تجلي المية قلبها والتانية اغطيها لمدة شوية ربع ساعة كده ويطفل نور عليها طبعا في الربع ساعة دي بعد كده اكسليها هتلاقي زرقان دك روح بكل سهولة رابع استقدام تنظيف البلعات والمصارف ازاي هتجيب نص كباية ملح ونص كباية بيكربونات وهتكوبيها جوه البلع وبعد كده هتروح يكب عليها نص كباية من خل التفاح تاني نص كباية ملح ونص كباية بيكربونات وهو احطها جوه البلع بتاعتي دي واللي هي المسدودة يعني او اللي انا محتاجة انطفها واحط بعد كده نص كباية من الخل عادي خالص هتلاقي كده في غازات طلع عادي ده شي طبيعي خالص زي الخلطات اللي احنا متعاوزين نعملها بالكربونات وبالخل العادي بس ده هيبقى مركز اكتر وانضف مش هيزيكي ما تقليش هتسيب الخليط ده المدة ساعتين بعد كده خلاص افتحين مية الحنفية عليها كتير لحد ده متنضف خامس استخدام هو تنضيف الحمام هتجيبي خلي التفاح المخفف بالمية وتبدأ ان انتي تتخلصي من وكمان هتقدر ان انتي تلمعي اي صنبور عندك او اي مكان في اه ترصبات كلسية في الحمام دول خمس استخدامات لخل التفاح ارجو ان انت اتجروا بيهم وينول على رضاكي تنسيش بقى لايك للفيديو واشتراه في القناة قناة اروباللهلوبة وشير للفيديو مع اصحابك واشتركوا في قناتي الاعسية يوميات ام العيال وزروني على صفحتي على الفيسبوك باسم يوميات ام العيال ونفس الصورة تنسوش تشتركوا في قناة ابداع قناة اخوية باي باي اشتركوا في القناة